في عقولنا وقلوبنا لا تفارقنا يجب علينا الاتلعب المسؤولية أمام هذه المحكمة أعضاء البرلمان الإسرائيل الحكومة الإسرائيلية أعضاء الجيش وصفوا الفلسطينيين بالحوانات البشرية ومحاولة مسح من على وجه الأرض الأمم المتحدة صرحت أن هذه اللغة تعتبر محفزا للإبادة الجماعية ولجذب الانتباه أيضا لهذا الموضوع ووقف هذه الإبادة الجماعية الأفعال التي تتقدها إسرائيل للتجاه فلسطين هي خرق للاتفاق فلسطين عربت عن خلقها إذا النظام الدولي وعدم قابلياته وقدرته على وقف هذه الإبادة الجماعية تنفيذ القانون يجب أن يقف ما يحدث في غزة والفضائع هذا أيضا يخص سيادة القانون الدولي والاستثناء عندما نتحدث عن إسرائيل والمعايير المزدوجة نود أن نختم بكلمات مارتين نوثر كينغ عندما قال أن الأخلاقيات حول العالم ستؤدي بنا إلى العدل هذا سيحدث فارقا كبيرا أن دولة إسرائيل ستحاسب من المجتمع الدولي الجنود للسلطات الإسرائيلية إذا استمروا قد يمثلوا أمام المحكمة الجناعية الدولية الرسالة واضحة يجب أن نتوقف عن هذه لبدا الجماعية ما هي ثقتك في أن المحكمة ستتخذ هذه الإقراءات دولة إسرائيل نحن لا نأخذ صفة المحكمة نؤمن أننا عرضنا قاضية وأدلة وفراهين أمام القانون الدولي الأمر واضح عندما يتعلق الأمر بالقضية التي عرضناها نحامينا أيضا تحدثوا مرارا وتكرارا وهذه الأرض التي نقف عليها وسنستمر ونسمح للمحكمة بالنظر في الأدلة والتقرير في القضية هناك عديد الخطابات من بعض الدول المساندة لإسرائيل أن القوى الغربية المتعاطفة مع إسرائيل ستعاقب جنوب أفريقيا ما هو موقف جنوب أفريقيا إذا هذه المعلومات والخلافات التي قد تحدث مع بعض الدول الغربية شكرا سأجيب أنا عن هذا السؤال نعنو إن خرطنا مع عديد الدول التي ذكرتموها هم يفهمون أن موقفنا مغير لهم كما صرح معلي الوزير موقفنا مبني على حقنا في أدفاع عن موقفنا وموقف شعب فلسطيني ونريد العدل لهم أيضا لديمان أن القانون الدولي يتم تنفيذه بعدالة وسواسية والحفاظ على القانون الدولي للجميع هل هناك أي مسؤولية لحماس إذا ما يحدث في غيطاء غزلان كما قلنا في المحكمة نحن نددنا بمفعلته حماس يوم السابع من أكتوبر وفعلنا هذا أيضا بصرحنا بهذا أيضا لإسرائيل هل سيستغلق الأمر أيام أو أسابيع الأمر واضح نحن لا نريد أن نتدخل في عمل المحكمة ونضع ضغط غير ضروري المحكمة على جانبنا وتفهم المقاضية وسيتخذون القرار في الوقت المناسب جنوب أفريقيا البعض قال أنهم المساند القانوني لحماس نحن عرضنا قضية هنا ونحن على أدلة وممثلين جنوب أفريقيا ونحن نفعل هذا تمثيلا للشعب الفلسطيني والشباب والأطفال والنساء والعجاز الذين يقتلوا في قطاع غزة نحن لا نقوم بهذه القضية بالنيابة عن حماس هذا ليس له أي أدلة ليس لدينا أي مصلحة مع حماس نحن كالحكومة الجنوب أفريقية نمثلها ونحن لسنا ضد اليهود ولكن ضد أعمال دولة إسرائيل الأعمال الإبادة الجماعية التي تحدث في اختار غزة جنوب أفريقيا لدينا عديد اليهود يعيشون معنا أيضا يدخلون كنائسنا في سلام هو عن دولة إسرائيل ولكن ليس عامل المكرم عن اليهود الاتحاد الأفريقي قمت بلقابة عن هذا من قبل وحق الدفاع عن النفس ما هو إجباتك عن هذا؟ هذه ما ثابت إيهانة للمحكمة سمحت لنا بعرض قضيتنا المقنعة من القانون الدولي وعادلة ومواد الاتفاقية وعدد من اتفاقية الأمم المتحدة أيضا فنحن عرضنا قضية مقنعة على بناء الحقائق وعلى قوانين العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل الآن العلاقات الدبلوماسية ليست طبيعية نحن استدعينا السفير من إسرائيل وأيضا هم استدعوا سفيرهم من جنوب أفريقيا واستدعينا فريقنا بالكامل ما نقوله هو أننا سننتظر لنتيجة هذه القضية وأننا نأمل لوصول العدالة للشعب الفلسطيني ونأمل أننا سنتعايش بسلام مع الفلسطينيين والإسرائيليين لذا ستقررون بعد صدور القرار أعتقد أننا سنقرر بشكل أكثر وضوحا بعد صدور القرار ما سيحدث إذا لم تتفق المحكمة معكم هل سيؤدي هذا بجنوب أفريقيا أن تشكك في النظام بأكمله نحن هنا لحفاظ على سيادة القانون الدولي نحن نؤمن أن القضاء مهنيون وندركوا أن هذه المحكمة في إطار القضاء نودوا أعطاهم الفرصة لاستخدام سلطاتهم بشكل مهني ولهذا قدمنا وضياتنا للوقائع والأذلة للوم المتحدة الإسرائيليين يودون مسح الفلسطينيين على وقه الأرض نعم أولا أعتقد أن الوقائع تتحدث عن نفسها ما تفعل الإسرائيل في قطاع غزة واضح هنا على الأدلة والقانون يضعون الشعب بأكمله تحت ظروف غير آدمية سأتحدث بالعربية نيابة عن فلسطين دولة فلسطين تثمن عاليا وتقدر وتدعم بلا تحفظ الخطوة التاريخية التي أقدمت عليها جنوب أفريقيا تنفيذاً لالتزاماتها بموجة باتفاقية منع العبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتحريكها لدعوة ضد إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال نتيجة حرب العبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني في غزة لقد وضعت النقاشات اليوم المحكمة والتي تقدمت بها جنوب أفريقيا المحكمة والعالم بصورة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والتي تفضي إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ولكن أيضاً في السياق التاريخي الأشمل للقضية الفلسطينية والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني بدءاً من النكبة والاستعمار ونهب أرضه والتمييز العنصري وكل ما إلى ذلك من انتهاكات كانت ترتكبها إسرائيل على مدار 75 عام هذه لحظة تاريخية للشعب الفلسطيني والإنسانية وكذلك للنظام الدولي المبني والقائم على القانون نتقدم بالشكر لكل الدول التي ساندت هذا الطلب وندعوها أيضاً للقيام واتباع الخطوة الشجاعة التي قامت بها جنوب أفريقيا ودعمها من خلال الدخول في مرحلة النقاشات التي تناقش تفاصيل القضية لاحقاً أخيراً نؤكد أن لا أحد لا أحد يمكن له الادعاء بعدم معرفة والجهل بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وسط واصل القيادة الفلسطينية ودولة فلسطين سعي حق الشعب الفلسطيني سأجعلهم مقتصراً شكراً على وجودكم معنا في هذا اليوم التاريخي ليس فقط لفلسطين ولكن للإنسانية وللمجتمع الدولي دولة فلسطين تقدر التاريخي من جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية كجزء من الاتفاقية جنوب أفريقيا تصرفت لمنع وعقاب جريمة الإبادة الجماعية ولإيقاف حرب الإبادة الجماعية من قبل إسرائيل على شعب الفلسطيني الخطاب الشفاهي لجنوب أفريقيا أعطى سياق للإبادة الجماعية التي تحدث النكبة والاستعمار القامعة للفصل العنصري الذي عانى منه الشعب الفلسطيني لأكثر من 75 عام جنوب أفريقيا قدمت آدلة وبراهين تؤكد أن شعب الفلسطيني يعانون من أضرار غير مسبوقة هذه لخظة محورية من النظام الدولي جنوب أفريقيا تخذت موقفاً جريئاً وشجاعاً لحماية الإنسانية والشعب الفلسطيني وضمان نفاذ القانون الدولي واتفاقية عقاب وردع قريمة الإبادة الجماعية حوالي مائة ألف فلسطيني قتل اختفوا تحت الركام أو أصيبوا خلال ثلاثة أشهر إسرائيل قمت بالتدمير شامل قطاع غزة بيوت بنية تحتية مستشفيات كنائس جواب عاد إسرائيل هجرت قريباً الشعب بأكمله وتضعهم تحت المجاعة تدمر أساسيات الحياة في غزة نشكر كل الدول والمنظمات الحكومية التي شجعت هذه الخطوة التاريخية من جنوب أفريقيا وندعو كل الدول لأخذ خطوات لدعم جنوب أفريقيا وطلبها ودعوني أكون واضحاً لا يوجد أي أحد لا يوجد أي أحد الإدعاء الماء وخمسة عشر زميل الذين قتلوا من إسرائيل خلال ثلاثة أشهر الفلسطينيون والقيادة الفلسطينية لن تتوقف حتى عودة حقوقنا الحرية والاستقلال الإنسانية في نقطة تحول هذه القاضية اكتبار للنظام الدولي لحظة للحفيقة وفرصة لإعطاء الأمل للإنسانية في وقت نحتاج إليها بشدة هناك مسؤولية تاريخية على القاضة والتاريخ سيحكم على أفعالهم لم أعرف نفسي أنا عمار حجازي المساعد المساعد